مرحبا بكم مجددا في أكسترانيوز لليوم الأزمة الأوكرانية الروسية أصبحت تقريبا موضوعا يسيطر على جل عنوين الأخبار وحديث عالم السياسة بين عشية وضحاها ظهر أيضا وسم الحرب العالمية الثالثة على منصات التواصل الاجتماعي وذهبت عدة تقارير إعلامية غربية إلى تحديد ساعة الصفر للغزو الروسي اختلفت مواعيدها وتطوراتها في وقت تصر فيه روسيا على عدم وجود خطط لديها لمواجهة أوكرانيا ومع أنباء الانتحاب الروسي الجزئي من حدود أوكرانيا اندلعت حرب أخرى ساخرة تضمنت تصريحات مختلفة لمجموعة من الساسة امتزج فيها دهاء السياسة والطرافة مفرزة تصريحات ولغة حمالة أوجه بنبرة ساخرة وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على قناتها في موقع تيليجرام وجهت طلبا لمن وصفتهم بوسائل التضليل الإعلامي الغربية أن يحددوا موعدا للغزو الروسي بالنسبة للعام المقبل معللة ذلك بأنها تود تخطيط لإجازتها تعليق أيضا حمل نفس النبرة ودائما بسبب المخاوف الشكوك المتعلقة بنشر روسيا 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا نصح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الزعماء الغربيين بزيارة أطباء مختصين بمرض البرانوية أو جنون للارتياب مفندا نية موسكو مهاجمة جارتها تصريح آخر أدخله رواد التواصل الاجتماعي في خانة السخرية رغم عمقه السياسي سجله هذه المرة وزير الخارجية الروسي سيرغي رافروف المعروف بمواقفه المتيرة للجدل الأخير فجر عصفة من الضحك بين الصحفيين والحضور عندما قام بطريقة كوميدية بالغمز وبلغة الإشارة فقط بما يوحي بغزو روسي مردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا تنوي غزو أوكرانيا وفي إطار هذه الاستراتيجية السخرية التي اعتمدتها موسكو في هذه الأزمة عكست أيضا ملم حصورة لوزيري الدفاع الروسي والخارجية الروسي ألتقطت صبيحة اليوم عكست مزاج القواتين الروسيتين الرئيسيتين الدفاع والخارجية وهما مستغرقان في ضحكة واسعة وذلك بعد أن مرت بسلام ساعة الصفر بعد أن أكدت روسيا سحب مزيد من قواتها الموجودة قرب الحدود مع أوكرانيا وفصول الأزمة الأوكرانية الروسية طبعا لا تزال متواصلة وصلنا إلى ختم إكسترانيوز لليوم شكرا لكم على المتابعة الأفترورك متواصل رفقة حنان تسوري ترجمة نانسي قنقر